بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين في كل يوم جديد خبر جديد نستعرض أبرز عنوينه ونذكر تفاصيله في برنامج حديث الصحفة من النهار الإخباري الأولى في الجزائر بجولة الأبرز ما تحدثت عليه الصحافة الوطنية وكذا الدولية وأخبار المواقع في الصحافة الوطنية والبداية بأبرز عنوين جريدة النهار والتي عنوانت على صفحتها الأولى السماح لزماجرة بإدخال سيارات أقل من خمس سنوات وحسب المقال فقد أدرجت لجنة المالية والميزالية بالمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2020 أبرزها تمديد عمر السيارات المستعملة المرشحة للاستيراد إلى خمس سنوات بدلا من ثلاثة وتوسيعها لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر بدافع عدم التفرق بين الجزائريين ومن ضمن المواد الأخرى التي لم يتقرر بشأنها قرار التعديل والإضافة والتي سيفصل في مصيرها اليوم مادة تتعلق بإعفاء راتب القاعدة العمالية من الضريبة على الدخل الإجمالية وما يعرف اختصاراً باليرجي وكذا ملف عقود ما قبل التشغيل الجريدة تحدثت أيضاً عن وجود 12 ولاية عاجزة على علاج المجنين وذكرت الإحصائيات الأخيرة حول الصحة العقلية في الجزائر كشفت عن معاناة 5 ملايين جزائر في الجنوب بل كبير من عدم كامل في التغطية الصحية من حيث طبي الأمراض العقلية فضلاً عن وجود 12 ولاية من ولايات الوطن عاجزة عن علاج مرضاها وحسب ما أكده مختصون في الأمراض العقلية للنهار فإن مركزي العاصمة والبوليدا المتخصصين في علاج الأمراض العقلية يعانيان من اختناق تام نتيجة توافد مئات المرضى من باقي ولايات الوطن لعدب وجود متخصصين وكذا مراكز متخصصة للتكفل بهذه الشريحة وتقول النهار الجديد أيضاً القضاء يواصلون الإضراب ومتمسكون بمقاطعة الجلسات والعمل القضائي على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر ربوع الوطن حيث امتنع صبيحة أمس قضاء مجلس العاصمة من الدخول إلى قاعة الجلسات ومن جهته وصف المدير العام للشؤون القانونية عبد الحفيظ جرير أن إضراب القضاة واحتجاجهم على الحركة النقلية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاة وصفها بالتمرد والعسيان في سياق آخر ذكرت الجريدة أن وزير العد الحافظ الأختام بالقاسم زغماتي كشف أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية سيوسع مهام الشرطة القضائية التابعة للجيش الوطني الشعبي من أجل التدقيق في التحريات لسيما تلك التي تمس بأمن الدولة وكذلك تدارك نقائس المسجلة في عمل هذا الجهاز الحساس وأوضح الوزير أنه تم القيام بمراجعة جذرية لجميع الأحكام التي وضعت قيودا في عمل الشرطة القضائية وجاءت التعديلات لتدارك النقائس المسجلة في الميدان جريدة الخبر تحدثت عن فتح ثلاثة ألاف منصب بشغل في الوظيفة العمومي خلال الألفين وعشرين حسب ما أعلنت عنه المدرية العامة للإدماج والتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حيث ستكون الأولوية للمستفيدين من أجهزة الإدماج المهني وذوي الأقدمي على مستوى الإدارات ويجرى العمل على استخدام نظام معلوماتي على مستوى هذا الجهاز حيث سيساهم في وضع مقاربة بين العرض وطلب بالتركيز على إثبات الأقدمية وكذا مدى توافق التخصصات مع سوق العمل جريدة الموعد اليوم عنونت وزير التربية الوطنية بالعابد يطرح قضية رفع أجور الأساتذة وعمال التربية وحسب المقال فإن وزير التربية الوطنية أكد أنه بصدد طرح مسألة معالجة اختلالات القانون الأساس لغطاء التربية الوطنية على الحكومة وهذا تزامنا مع الضغوطات النقابية والعمالية من أجل تسوية الاختلالات وإطفاء العدالة في التصنيف والأجور والتي من شالها تحسين المستوى الاجتماعي والمهني للألاف من الموظفين والأساتذة وكذا مختلف أسلاك عمال التربية قالت جريدة البلاد أن الجزائريون يحجمون عن التحواس والإفلاس يهدد الوكالات وجاء في المقال بأن رئيس فيدرالية وكالات السياحية إلياس سنوسي كشف أن غياب الفراغ القانوني وكذا غياب استراتيجية تدفع بالقطاع السياحي نحو الأفق جعل أغلب الوكالات السياحية تعرف ركودا وتراجعا في رقم أعمالها بنسبة بلغت خمسين إلى ثمانين في المئة من هذه السنة وأكد المتحدث أن ما زاد الطين بل لا هو حالة التذبذب التي تعرفها البلاد وبقاء تصريحات المسؤولين في الأدراج فلا تسهلات للسياح الأجانب ولا تخفضات في تذاكر السفر ولا رقابة على الوكالات التي تنشط في الميدان يومية الشباب الجزائري ذكرت بأن وزير أو بأن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل سعيد بروبا بوهران قال بأن بأنهم قاموا بالتوزيع منذ بداية العام الجاري توزيع أزيادة من 67 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار على المستوى الوطني وأبرز أوروبا أن هناك توزيع مستمر للسكنات كل شهر بحصة تتراوح ما بين 10 ألاف إلى 12 ألف وحدة سكنية عبر الوطن مشيرا إلى أن هناك برنامج للتوزيع العام القادم وكل المكتتبين الذين لديهم قرارات التخصيص المسبقة سيحصلون على سكنته جريدة المساء قالت بأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والسيد البحري شريف عماري سيعرض اليوم على الوزير الأول نوردين بدوي في اجتماع وزاري مشترك ورقة الطريقة الجديدة الخاصة بإنعاش شعبة القمح مع اقتراح رفع قيمة الدعم المخصص للفلاحين للرفع من طاقات إنتاج القمح اللين فيما يعرض الوزير التجارة السعيد جلاب خلال نفس الاجتماع الجهاز الجديد المعد لتمويل الخبزين بمادة الفرين المدعمة بما يسمح بمراقبة استغلال المنتوج والحد من تحايل المطاحن والخبزين حيث ينتظر أن يعمل هذا الجهاز على تقليص فاتورة الدعم المخصص للقمح اللين قالت جريدة المشوار السياسي أن السفارة الأمريكية بالجزائر كشفت عن تمديد الموعد النهائي لتسليم طلبات برنامج القادة الطلاب إلى غاية السابع عشر ديسمبر المقبل والذي كان من المفترض انتهاء أجاله أمس وكتبت السفارة الأمريكية في صفحتها الرسمية عبر موقع الفيسبوك أن البرنامج مفتوح للطلاب الجامعيين الذين ولدوا ما بين التاسع والعشرين جوليا من العام الف وتسعمية أو ستة وتسعين والثلاثين جوليا من العام الفين وأن وزارة الخارجية الأمريكية ستغطي تكاليف البرنامج التدريبي الذي يدوم لمدة خمسة أسابيع في الولايات المتحدة خلال صيف الفين وعشرين في أربع جامعات أمريكية وتابع المصدر ذاته أن البرنامج مفتوح لحوالي ستين طالبا في مستوى الليسونس أو الدراسات العليا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جريدة أخباري الوطن قالت بأن نصف مليار دولار لتنظيم الرئاسيات وجاء في المقال أنه ينص القانون في مادته المئة وتسعين على أن يتم تمويل الحاملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة المحتمنة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف إلى مداخيل المترشح أما المادة مادة مئة وعثنين وتسعين فقد نصت على أنه لا يمكن أن تتجاوز نفاقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مئة مليون دينار في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى مئة وعشرين مليون في الدور الثاني ويتحصل كل مترشح على مليار سنتيم كتصبيق أولي لتمويل الحملة جريدة الحوار عنوانة المترشحون الخمسة مستعدون للمناظرة وذكر المقال أنه بعد إتمام مرحلة دراسات ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة الوطنية للانتخابات والتي أفرزت عن خمسة أسماء تنتقل ساحة الصراع بين فرسان الرئاسيات إلى صراع الأفكار والبرامج التي ستشكل اللبنة الأساسية التي يمكن من خلالها إقناع أوسع نسبة من الجزائريين وبعد تجربة المناظرة بين المترشحين والاتلاقة نجاحا كبيرا في جمهورية تونس الشقيقة تقول الجريدة بأن أضحط أطيافا واسعة من الجزائريين تطالب بتنظيم مناظرة مباشرة بين المترشحين جريدة الحياة العربية ذكرت بأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي حذر من بعض الأطراف التي تحاول علمانة الجزائريين مشددا القول أن الجزائر دونة مسلمة وستبقى مسلمة وأوضح بالمهدي خلال هذا أن بعض المحسوبين على الجزائر يروجون بأنه لا حارس للبلد سوى العلمانية مشددا أن الجزائر منذ 14 قرن وهي مسلمة وستبقى كذلك بفضل علمائها والراغبين في حماية مرجعيتها في الجرائد الناتقة باللغة الفرنسية الإكسبريسيو عنونت أن النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز تعلن الدخول في إضراب بثلاثة أيام في الخامس والسادس والسابع نوفمبر الجاري مرفوقا بواقفات في كل المديريات والوحدات احتجاجا على الأوضاع برحيل تلي عشور رئيس فيدرالية الكهرباء المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع إنشاء صناديق الخدمات الاجتماعية مستقلة على مستوى كل شركة ومن بين المطالب المرفوعة نجد كذلك الدعوة للنظر الفوري في مشكل التعاضضية والحل النهائي لهذه الأزمة مع رفع الأجور والمنح المختلفة وحسب جريدة لديبا فإن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية داليا كشفت أول أمس بالجزائر العاصمة أن قيمة التحويلات الاجتماعية المسجلة في مشروع قانون المالي لسنة 2020 تبلغ حوالي 1800 مليار دينار مؤكدة على مواصلة دعم الحكومة للفئات الهشة للمجتمع عن طريق سياستها الاجتماعية المكرسة ضمن برنامج الحكومة وهو ما تعكسه قيمة التحويلات الاجتماعية التي بلغت 1760 مليار دينار جزائري في العام 2018 و 1763 مليار دينار جزائري في العام 2019 في أخبار المواقع موقع النهار النهار اللاين قال بأن نقابة الشرطة الفرنسية الشاب كان يصرخ الله أكبر وشكل خطرا على سلامة المواطنين وحسب الموقع فقد خرجت نقابة الشرطة الفرنسية عن صمتها أين ردت على الاتهامات الموجهة لأفراد الشرطة بعد حادثة توقيف أحد المراهقين الجزائريين في محطة جرونوبل وقاهلت نقابة الشرطة على صفحتها الرسمية على تويتر صحيح يمكن إلقاء بعض اللوم على عناصر الشرطة لكن الشاب كان يشكل خطرا حقيقي وأضافت أن الشاب كان يحمل سكين ويصرح الله أكبر وكان يمكن أن يشكل خطرا كبيرا مؤكدة بأنه على الرغم ما قيل إلى أن تدخل عناصر وحدة مكافحة الجريمة كان احترافيا موقع الجيفان كات قال بأن محكمة ستيف قضت اليوم الأحد بإدارة الرئيس السابق لندي وفاق ستيف حسن حمار بثلاث سنوات سجن نافذة وصدر الحكم في جلسة علنية بحضور حسن حمار المتواجد بالسجن منذ شهر جميليا الفارد ويتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور في محظر اجتماع جمعية عامة لتعاونية عقارية إلى أبرز عنوين الصحف الدولية الجريدة القارديان قالت بأن العاصمة الهندية نيوداله تعاني أسوأ موجة تلوث هواء ورحلات الجوية تعلق وكانت السلطات قد أعلنت بالفعل حالة طوارئ الصحية وآمرت بإغلاق المدارس وكذلك أنه زاد مؤشر جودة الهواء الذي يقيس مستوى الجزيئات الدقيقة في الجو إلى أكثر من تسعمائة وذلك بفارق كبير عن حد الخمسمائة الذي يصنف بأنه أكثر من خطير وإلى جانب الضرر الذي يلحقه التلوث بأكثر من أربعين مليون شخص يقيمون في محيط العاصمة أدى التلوث الشديد إلى التعليق أكثر من ثلاثين رحلة طيران من مطار نيودالهي بسبب ضعف الرؤية جريدة نيورك تايمز قالت بأنه في ثلاث سنوات فقد ترامب يعيد تشكيل سياسة الرئاسة الأمريكية بإحدى عشر ألف تغريدة على تويتر وذكر المقال بأن ترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية اعتادت تعليق على الأحداث الجارية حوله سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو على الصعيد الدولي وإرسال التهاني والانتقادات فضلا عن إبعاد سياسيين من مناصبهم وتنصيب آخرين كل هذا وأكثر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وصحيفة تايمز قالت الأمريكية قالت بأنه أجر الدراسة حول استخدام ترامب لتويتر منذ توليه منصبه بعد مراجعة جميع تغريداته وتعليقاته مع متابعيه وإجراء مقابلات مع ما يقارب 150 مسؤولا من مسؤول الإدارة الحاليين والسابقين وكذلك المشرعين والمديرين التنفيذيين وموظفي تويتر ليكشفوا تفاصيل جديدة عن كيفية استغلال الرئيس للمنصة في ممارسة السلطة ويقول كاتب المقال أن عدد تغريدات ترامب بلغت 11 ألف تغريدة على مدار 33 شهرا جديدة والشرق الأوسط عنونت آرامكو لطرح أسهمها في السعودية تمهيدا لأضخم اكتتاب عالمي وحسب المقال فقد فتحت السعودية فرصة المساهمة في أكبر شركة متكاملة للنفط الخام والغاز بالعالم أمام المستثمرين المواطنين وكذلك الأجانب المؤسسين بإصدار هيئة السوق المالية أمس الموافقة الرسمية على الطرح العام في جزئه من شركة الزيت العربية السعودية آرامكو تمهيدا لأضخم اكتتاب عالمي يدرج أولا في سوق الأسهم السعودية ولفتت الشركة إلى أربع شروط للمساهمة المستثمر الأجنبي في الشركة وهي فتح حساب محفظة برقم المستثمر الوطني لدى إداع والحصول على حساب أمين الحفظ الخاص في السعودية وفتح كذلك حساب سار للأوراق المالية بأسمه من خلال أمين الحفظ الدولي وفتح حساب تداول لدى شركة وساطة محلية جريدة الأنباء الإلكترونية قالت بأن العسيان المدني يشل العراق وكذلك يقطع طرق التواصل أو نعم قطع الطرق يتواصل وذكرت الجريدة بأن تصعدت حدة الاحتجاجات في العراق التي دخلت يومها العاشر أمس مع مواصلة نقابة المعلمين إضربها والدعوى لإعسيان مدني عام فيما قطع محتجون جسر الحضرات وهو أحد أهم جسور مدينة الناصرية كبرى مدن محافظة الذقار وعطلوا الحركة بين الجانبين أو بين جانبين المدينة ما أجبر مصارف ومؤسسات حكومية على تعطيل عملها في أول أيام العمل الأسبوعي وتوحي هذه الاعتصامات والإضربات حسب الجريدة إلى دخول الاحتجاجات مرحلة جديدة خاصة لكونها أكبر حراك شعبية شهده العراق منذ عقود مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في أبرز ما تحدثت عليه الصحافة الوطنية وكرة الدولية وأخبار المواقع لكن أخبارنا متواصلة دون انقطاع من النهار الإخباري الأولى في الجزائر إليكم مني أحلى تحية والسلام عليكم